موسيقى طبعا أهم مواجهات الهلال والشباب الدورية نشوفها قدامنا على الجرافيك اللي يبيني أمامك الآن في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين وكأس في 98-93-2005 عمونا قاعد نشاهدها أمامنا ونروح لسامي الحليري قلقان مبارا صعبة مبارا صعبة قابل الهياط الهلال يعني لأول مرة مع دياز الهلال يتعثر مرتين يعني منذ قدوم دياز في بطولة الدوري عندما انتصل على الشباب بالخمسة وما تليها من مباريات الهلال يتعثر مرتين لأول مرة مع دياز أعتقد أنه لعبيه الهلال تحت الضغط نحن لا نريد أن نلعب ولا نحاول أن نهدي الأمور لا هذه هي الحقيقة التي يجب أن يواجهها اللعب الهلالي مباشرة ضغطيش تحت الضغط بأنه يتعثر المرتين تتعثر مرتين في بطولة الدوري وأنت في الجول الخامسة أعتقد أنه أو الجول السادس سعفون داخل على الجول السابع أعتقد أنه أمر غير جيد أنت كلاعب هلالي يعني والحديث اللعب الهلالي لا كيف تخسر والتعاون وتعادل مع الاتفاق ايه تأثرين ايه نتكلم عن الدياز أنه تعودنا العام على الانتصار يعني بكرة ما يتحمل الهلال تعادل أو خسارة قصدك بالضبط التعادل ممكن تتقبلها بصراحة عشان نكون برضو واقعيين التعادل ممكن تتقبلها أمام الشباب اللي قاعدين نشوفه اليوم صدارة في الترتيب وصدارة حتى في ترتيب هدفية الدورية سواء الأول أو الثاني لذلك الشباب قاعد يقدم مستوى لا صعبة 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 لكن التقرير وإحقاق الحق حالي أضربني لا بس أذكرك بحاجة مباراة الهلال والشباب السنة الماضية كانت الهلال قبل المباراة في وضع بعد كأس العامل الأندي جاء الوضع وضع جدا سيء وكانت هي الانطلاقة أنت دائما تنترج أنت تتوقعت بكرة الانطلاقة ولا موالية والله حاسم والله أحترم الشباب جدا لكن أشعر بأنه يجب أن يحضر التشيرت الهلالي غدا بصراحة أنا رسالتي للعب الهلالي بأنه غدا هو توقيت حضورك أمام نادي كبير مثل نادي الشباب يعني الشباب بكرة أنت في رأيك الفنيين الشباب الموسم هذا مختلف على الموسم هذه كثير كثير نحن نتذكر في يوم من الأيام في هذه الحلقات كان في مؤتمر صحفي للرئيس خادر البلطان يتكلم عن مشاكل كثيرة وكان باعي يقال وتحدث عن الكفاءة المالية اليوم شوف العام الماضي في الدور الأول كان معاه يقالوا هداف الدوري السنة هذه كذلك الهداف والثاني كان رسالة جونيور الأول يعني كلهم للشباب لذلك العمل الهدافين يا شباب الرجل في الهدافين لذلك العمل اللي قاعد يقدمه الشباب في كل موسم ولكن أنا دائماً أعيب على الشباب الاستمرارية عنده إشكالية كبيرة في موضوع الاستمرارية ولكن أعتقد بأنه هذا الموسم الشباب مختلف جدا يعني أنت تتحدث عن الأول والثاني يعني جونيور وجوانكا طبعاً هلال يقالوا لعب واحد ولكن ما تحدث عن اللعبين بعده ماريقة موجود بالضبط وماريقة بالضبط ليش تقولها صحيح ولكن لا لما أنت تتحدث عن لعب قاعد لعى الوحدة لا لا لما رئيس نادي باع لاعب وكانت عليه انتقادات كثيرة اليوم في الموسم اللي يدي لي عنده لعبين في هدفه الدوري ذلك هذا هو العمل اللي دائماً نبحث عنه من رسال أندية أما لعبي الهلال يجب أن يتحملوا المسؤولية بشكل حقيقي في مبارات الغد نعم أنا ممكن مبارات الاتفاق كانت مباراة صعبة بس لعبي الهلال اللاعب نفسي يعني نشوف انتقادات كثيرة على الدياز دياز أنت من اخترت يعني لاعب الهلال إصابات كثيرة لا تنسى يا جماعة الخير انت شوف كم لاعب مصاب في الهلال متفق ولكن انت بكرة يعني غايبين على الهلال يهدون المنتخب يا سلام سالم وسلمان أيوة يعني بعد احنا ما نقول الهلال مكامل يعني الهلال كأنه سيارة تمشي على ثلاثة جنوط باقي كفر ولكن غدا نعودة كولار يعني كولار بكرة موجود يعني جا كفر ثاني طيب لسه بتحق وجانك عاد في المباراة السابقة وقدم مستوى صراحة جيد مع العودة اللعب الهلال يجب أن يستشعر مسؤولية مباراة مثل هذه بصراحة أنا أسمع كثير انتقادات يعني لما أتحدث خلينا نكون واقعيين بشكل صريح لما أتحدث على الإدارة نحن كل ما نشوف في موضوع الكفاءة أو في المواضيع المالية نلقى داما من الرواتب الهلال صفر يعني معناها أن الرواتب أول بأول لما نتحدث عن دياز فدياز أنت من اخترته يعني اللعبين هلين هم اختاروه نعم في بعض الأخطاء من دياز ولكن هذا لا يمنح اللاعب الهلالي لا يمنح الحقية بالظهور بهذا المستوى يعني صراحة المستوى مخيب للأمال يجب أنهم يرضون جمهور الهلالي في مباراة الغد إذا كنت يعني أنت حريس في مباراة مثل مباراة كبيرة أمام الشباب فغدا هي الفرصة المواتية اللعب الهلالي بصراحة اللي قاعدين نشوفه في الفترة الماضية عمل أبدا لا يليك باللعب الهلالي أتمنى أنا أتمنى وراهن على عقلية اللعب الهلالي بالنابع عقلي احترافية أنه ما يكون يتكئ على التاريخ يعني في موضوع مثل ما قال أبو محمد من الفيورة عجبتني يتكئ يطلع مننا عجيب اليوم